أستاذ أكرم وما هي تأثيرات المباشرة والغير مباشرة لما يحدث أمس في لبنان وما حدث اليوم في إيران على الحرب في غزة وإلى أي مدى يمكن أن يعيق هذا المفاوضات وده ابتدى بالفعل ما بين جيش الاحتلال وما بين المقاومة الفلسطينية أنا أشكرك على السؤال والاستضافة وهو سؤال مهم على اعتبار أنه كل الناس في قطاع غزة ينتظرون موضوع المفاوضات الذي سيعطيهم فسحة من الوقت فبالتالي هذا الذين يعدون موتهم بالثواني والدقائق والأيام بنتظروا أن المفاوضات وماذا ستسفر كل العيون متجهة إلى هذه المفاوضات توقفت المفاوضات لكن مشهده كالتالي إسرائيل تلقت ضربة كبيرة أفقدتها ثقتها بنفسها الدولة التي قدمت نفسها باعتبارها دولة مهيمنة إقليميا الدولة الأكثر مكانا آمنا لليهود في العالم الدولة الرائدة في التكنولوجيا والتجسس والأمن والمعلومة والجيش الذي لا يقهر والطيران وكل هذا إسرائيل يوم 7 أكتوبر تلقت ضربة أفقدتها ثقتها بنفسها وعادة بعلم النفس من يفقد ثقته بنفسه يصبح أكثر عدوانياً دائماً الناس اللي ثقتهم بنفسهم عالية أكثر هدوءاً ريلاكس بكونوا واللي ثقتهم بنفسهم عدوماً معروف هذا نهاردة شوفنا صور لمزيعة إسرائيلية تحمل سلاحها على الهواء مباراة طبيعي نتوقع كل شيء وبتالي هذا السلوك العدواني واللي بيوزع هذا العنف في المنطقة لماذا إسرائيل اغتالت العاروري لسبب بسيط أن إسرائيل تعتقد أن الفرصة مواتية لتصفية كل خصومها في الإقليم لماذا توفر لها ثلاثة عناصر أولاً 7 أكتوبر وفر لها صورة الضحية والضحية لا تسأل عندما ترد الفعل تدافع عن حقه نعم واسمعنا على لسان أكثر من سؤول العنصر الثاني الذي توفر جماعاً دولياً على دعم إسرائيل العنصر الثالث والأهم أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة وبالتالي حين تدخل وجاءت في المنطقة حتى تكون شريكة لإسرائيل في حال توسعت الحرب الأقليم وبالتالي هذه فرصة لإسرائيل لماذا تفوت هذه الفرصة إذن فلتدفع الأمور نحو التأزيم وخلي الأمريكي حل وهو جاب حاملتي طائرات وغواصة نووية وهذه تكفي لردع ليس لردع لهزيمة أي خصم لإسرائيل في الإقليم ولا ننسى أن إسرائيل كانت تطالب منذ سنوات إيران حزب الله وإيران حزب الله وكانت تريد من العالم أن يدخل معركتها العالم تعاطى مع الموضوع أن هذا غير صحيح هذا التسعير الصراع الذي تسعره إسرائيل أكثر مما يجبه وغير حقيقي هو للفت الأنظار عن الملف الفلسطيني وهذه كانت مقايدة بين نتنياهو وإيران 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 قال له نتنياهو هذا الموضوع تركه عندنا وفقط عليك أن تتفرغ الملف الفلسطيني هذا الموضوع يشعل نتنياهو تهربا من الملف الفلسطيني الآن نتنياهو يخلط الأوراق في الأقليم متكئا على العناصر الثلاثة التي ذكرت وهذه فرصة لا يريد أن يفوتها وبالتالي يقاتل للعالم كل خصوم إسرائيل لأنه هناك سؤال في إسرائيل بدأ بعد السابع من أكتوبر حماس قبل السابع من أكتوبر كانت تتعاطى معها إسرائيل أنها تشكل خطرا أمنيا ولكنها مكسب سياسي والأمن تعالج إسرائيل كل ثلاث أربع سنوات ونظرية جز العشب في السابع من أكتوبر رفعت مستوى الخطر من خطر أمني إلى خطر وجودي هذا الخطر الوجودي أيضا لفت الأنظار إلى الجانب اللبناني أنه ممكن أن يتكرر والخطر الأمني في الجنوب يمكن أن يكون خطر وجودي وبالتالي الأمريكي موجود في المنطقة هو يتكفل بالحل إسرائيل عليها أن تلقي بعود الثقاب في الضحية الجنوبية وحينها سيكون الرد والقوات الأمريكية تتكفل